تبدأ الأحداث عن أنوخي التي تعزم أنها لن تذهب إلى الموعد وأنه لا يوجد تفاهم بينها وبين شوريا وتبقي يتصل شوريا بها ولا ترد عليه فتأتي ريما وتسألها عن موعدها مع شوريا تروي أنوخي جميع الأمور عن شوريا وشارجون لريما وتخبرها أنها سمعت أن شارجون هي ابنة عم شوريا تنصح هاريما بعدم الإنصاط لشائعات الناس وعدم الاهتمام بهذه الأخبار التافهة وفي حالة ما أرادت معرفة صحة الخبر فعليها أن تسأله بنفسها فتطرح أنوخي سؤال إذا ما يزال شوريا يحب شارجون وتجيب هاريما إن شارجون طلب منها الخروج يعني أنه يحبها هي تخشى أنوخي من أن يجيبها شوريا بنعم على سؤالها في حين يتساءل شوريا لماذا لا ترد أنوخي على هاتفها فينيت وأمه ينتظران بابلي وعندما تأتي يطلب منها مغادرة المنزل وتدافع بابلي عن نفسها بأنها تساعد أنوخي في احتفالية الجامعة وأنها حصلت على المال لتنظيم الحفل يسأل فينيت عن مصدر المال ويأخذه منها ويبدأ بحصه ويخبرها أنه ابتداء من اليوم هي سوف تعمل في الخارج وتجريب المال ونحن أنا وأمي سوف نعمل في المنزل من جهة أخرى تطلب ديفي من شارجون التهاب إلى المطعم حيث يتواجد شوريا مع أصحابه يتفاجأ شوريا برؤية شارجون تطلب منه الاندمام إليها لتناول العشاء فيرفض في البداية ثم يوافق في النهاية وفي نفس اللحظة ترغب ديفي في إعادة تجميع شوريا وشارجون بينما تعايد أنشاط هذا الأمر حيث تخبرهم أن ما يحدث مع شوريا هو بسبب هذه العائلة وأنه هو من يجب أن يختار زوجته وليس نحن يتدخل في الأمر أعضاء آخرون من العائلة لتهديئة الوضع من جهة أخرى تظهر أنوخي وهي تشعر بالأسى والصدمة بعدما ترى شوريا وشارجون معا في المطعم وشوريا تلميس وجهه تحزن أنوخي وتبتعد بعيدا دون أن يراها أحد أما في طاولة المطعم تعزم شعجون شوريا لطلب الحلويات في حين أن شوريا يرفض ويخبرها أنه سوف يذهب وأنه ينتظر شخصا ما وملزم برؤيته هذه الليلة تعود آنوخي إلى غرفة النوم في المبيت الجامعي تسألها ريمة عما حدث تجيبها آنوخي شوريا أهانني وشاهدت شوريا وشارجون سعيدين معا وأنه دعاها لتوضيح الأمر وأن ما حدث هو وسيلة منه ليخبرها أنه يحب شارجون وليس هي وأنها غبية لأنها ظنت أنه يحبها تواسيها ريمة وتحضنها يتصل شوريا بآنوخي وتجيب ريمة على الهاتف تخبره بأن آنوخي في الحمام وهي حزينة جدا يسألها شوريا لماذا؟ تجيب ريمة بأنه بسببه وأنها رأته مع شارجون في المطعم يطلب شوريا من ريمة أن تعطي الهاتف لآنوخي وتخبره أن آنوخي رأته مع شارجون وأنها لن تأتي يطلب شوريا من ريمة أن تجيب آنوخي بأي حال وتذهب آنوخي إلى المطعم بحيلة من ريمة تجد شوريا نصب عشاء على الطاولة ويخبرها مرحبا أنت خنتي اليوم تسأل آنوخي أنا من فعلت هذا؟ في حين يرد شوريا نعم الناس في المطعم استهزأوا بي وهنا تبدأ المحادثة بينهما لصلح الأمر إلا أن آنوخي تزيد الوضع سوءا عندما تخبر شوريا بأن مساءه مر جيدا مع شارجون بينما هي مساءها مر سيئا بسببه يرد شوريا لا أريد شيئا أن يسيء الفهم بيننا ترد آنوخي رأيت بأم عيني أنت تحب شارجون وأنا لا أناسب شخصا مثل شوريا ظننت أننا أصبحنا أصحابا إلا أنه لا يوجد أي صاحب يفعل ما فعلته معي لماذا دعوتني إلى المطعم وفي موعد العشاء عندما أنت تخطط لتنوي العشاء مع شارجون يرد شوريا أنت لم تأتي ولم تجيبي على اتصالاتي جاءت شارجون إلى المطعم بالصدفة ماذا تريدينني أن أفعل؟ هي من طلبت مني الاندمام إلى العشاء معها ترد عليه آنوخي دعوتني لتهينني وأني لا أناسب شوريا وأنا غبية لظن أن شخصا مثل شوريا سوف يحبني يرد شوريا استمعي جيدا أنا أحب آنوخي أنت فتاة الغبية التي أحبها لا أستطيع منح حبي لأي شخص آخر لا شارجون ولا غيرها تتأمل آنوخي عيني ويستمر الحوار بينهما وتنتهي الأحداث بمغادرة آنوخي ويتأمل شوريا متسائلا لماذا يحدث هذا معهم دائما حيث يفسد الأمر بدلا من تحسنه تتيح أحداث اليوم فرصة لتعلم العديد من الدروس الهامة ومن بينها أهمية التواصل الصريح وجعل الحوار مفتاح أي سوء فهم وخاصة بين الأحب الحاجة إلى فهم الآخرين وعدم الإنحياز لرأي واحد والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والتعامل معها بصورة إيجابية أهمية الصدر ودعم الأصحاب في الأزمات الصعبة مثل دعم ريما لأنوخي الحاجة إلى فهم مشاعرنا ومعرفة معنى الحب عدم السماع لسوء الفهم بتدمير مشاعرنا الجميلة نحو بعضنا البعض أخبروني ماذا استفدتم من أحداثي اليوم شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو ونأمل أن يكون قد نال إعجابكم نحن في قناة دراما هندي تجمعنا نسعى دائما لتزويدكم بأحدث الأحداث والأخبار المثيرة حول مسلسلاتكم المفضلة إذ كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم مرة أخرى ونتطلع للقائكم في فيديوهات قادمة